الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 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 اشتركوا في القناة 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 الله 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 الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير متعال وأشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من ارسله ربه بين ايدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به اعينا عميا وآذانا صموا قلوبا غلفا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعملين بسنته باحسان الى يوم الدين واجعلنا منهم وسلم اللهم وتسليما كثيرا اما بعد اخواني في الله واحبابي في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لربكم في ايام ذهركم لا نفحات الا فتعرضوا لها الا فتعرضوا لها وها نحن بين يدي نفحات من الله قد من عليها علينا بها في هذه الايام حين ساق لنا هذه الاشهر المفضلة التي جعل الله لنا فيها قربات جعل الله لنا فيها قربات من استعان بالله واداها فاز ومن حرمها فهو المحروب هذه الايام تبدأ من شهر الذي ينصر من الآن شهر رجب وجعله الله شهرا حراما اقول جعله شهرا حراما واستقل من بين اشهر الحرم فالاشهر الحرم اربعة ثلاثة مجتمعة وواحد فرد هو رجب وفي هذا يقول تعالى ان عدة الشهر عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم فاذا كان الله قد حرم الظلم علينا بشتى الوانه وبكل احواله فهو في هذه الايام مباركة اشد تحريما وجعل الله الاشهر الحرم ليراجع كل مسلم نفسه ليعرف اي جانب فيه ظلم غيره اي جانب فيه اساء لعباد الله فيه هذا الجانب من اخطر الجوانب في حياة المسلم فزنوبنا تحتاج ان تغفر قبل ان نلقى ربنا وقبل ان ناخذ عليها وقبل ان نعذب بها يوم القيامة نعم اخواني وزنوبنا صنفان ما كان منها بيننا وبين رب الانام فالتوبة تجبه وتغفره وما كان منها بيننا وبين الانام فلا سبيل المغفرة الا باداء حقوق الانام او بعفو اصحابها اعلموا هذه الحقيقة ولذلك الظلم ليس عدوانا على الله وحده بل عدوانا على الله وعباده ولذا عد الله الظلم عنده اشد من الكفر اشد من الكفر وكل الامم التي هلكت ما هلكت بالكفر الكافر يرجى له توبة والزنب بينه وبين ربه لم يعتدي على عباده فان كنت عبدا فكل من اعتديت عليه من حولك عباد والله يغضب لان يعتدى على عبده كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يغضب اليزن بامته امت الرحمن كيف تعتدي عليها عبد الرحمن كيف تعتدي عليه ظلمك للخلق جريمة في حق الله وفي حق عباد الله لذا كل الامم التي هلكت على مر التاريخ كما نص القرآن الكريم صراحة ما هلكت بالكفر لكن هلكت بالظلم هلكت بالظلم وفي هذا يقول تعالى ولقد واذا قال ولقد ألوى القسم أي والله لقد وهنا الرب يقسم مع انه اصدق القائلين ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث يقسم ليؤكد هذا المعنى بهذا القسم ثم يؤكده بكل سؤال التوكيد ولقد الوى للقسم والقسم توكيد واللم في جاب القسم لم لقد توكيد ثاني وقاد التحقيقية توكيد ثالث يؤكد الله على هذه الحقيقة فيقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم كل القرون التي هلكت كل الأمة التي هلكت ما سبب هلاكها قال لما ظلموا لم يقل لما كفر لما ظلموا لما ظلموا إذا ندرك هل بمجرد الظلم هلكوا لا لا عد الله إهلاكهم رغم ظلمهم قبل بيان الحق لهم فيه لون ظلم لهم ونزه الله ذاته أن يفعلهم عباده مع أنهم ظلم وفي هذا يقول تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ قبل البين لا وهنا في نص الآية قل لما ظلموا هذه مرحلة أولى ثم بيّن تعالى بقية المرحل فقال لما ظلموا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَنَةَ أَقَامَ اللَّهُ عَلِهُمْ حُجَّةَ ثم استمروا الظلم واستحلوه واستباحوا عورة عباده وأعراضهم وأموالهم ودمائهم لما ظلموا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِيَنَاتَ والمرحلة الثالثة قل وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا أي بعد البيان كذلك نجزل قوم الظالمين كثير من الناس يظن أنه إن مكن الظالم بعد أن أخذ بتذكير بآمن آت الله وغيرها عدوا ذلك له تمكين رب اللي بعد عد ذلك له عقوب وليس تمكين لذا يقول وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِيَبْنَاتَ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَامُ الْقُرُونَ فَعَدَّ عَدَمْ إِيمَانِهِمْ بَعْدَ الْبَيَانِ جَزَاءُ عَقُوبَ لا يستحقوا الإيمان لا يستحقوا الطوبة أولئك الذين لم يرد الله أن يطحر قلوبهم لهم في الدين يخزي ولهم في الآخرة عذب عظيم إذن ندرك هذه الحقيقة كل مسلم مطالب مع كل شهر حرام أن يراجع نفسه فإن كان الظلم محرما ففي الأشهر الحرم أشد تحريما أشد تحريما والعقوبة على الظلم في غير الشهر الحرام نصف العقوبة في الشهر حرام تضاعف في الشهر حرام ندرك هذا المعنى الخطير جدا جاء رجب لنراجع أنفسنا ولنصف ما بيننا وبين عباده نوقف المظالم ونرفع سيل المظالم عن البشرية وعن من حولنا صغير أو كبير ضعيف أو قوي فقير أو غني المسلم مطالب أن يراجع نفسه لذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نص عليها على تحريم الظلم فهو أشد تحريم في هذا الشهر الحرام ثم أذن الله أن يكون هذا الشهر الحرام محل نفحة أخرى للرقيب هذه الأمة حادثة المعرجة في وقعت الإسراء والمعرجة وأذن الله فيها ليحول الأمة وسامحوني في الاختصار الشديد لأن الأحداث تحتاج تتابع أحدث الله فيها لهذه الأمة ما لم يحدثه الأمة في التاريخ فأخطر ما يرد العبد عن ظلمه يقينه باللقاء ربي وجل الآثام التي وقعت سرها وسببها ريبة العباد في يوم لقاء الله قال تعالى فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أسيم فالمكذب يوم الدين هو مصدر المظالم كل معتد والاعتداء هو عين الظلم بل أبو الظلم كل معتد ولم يقل آثم بل قال أسيم على وزن فعيل صغة مبالغة يعني تجاوز في الآثام كل الحدود إذا ندرك مصدر الزلل ومصدر الخلل عدم اليقين بلهم الآخر فأبى الله عز وجل الذي أمرنا باليقين بلهم الآخر ولم يكتفي فيه بالإيمان مع أن الله أمرنا بالإيمان بكل الغيبيات ويلهم الآخر منها قال تعالى في صدر سلوة البقرة ألف لها ميم ذلك الكتاب والعريبة فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه من فقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وخص من بين كل ما آمن بهم الغيب اليوم الآخر قل وبالآخرة هم يوقنون فشرط اليقين حتى يدفع شر نفوسنا عننا وشر ظلمنا على العباد إذن ندرك هذا المعنى الخطير مع أن اليوم الآخر مما يؤمن به من الغيب لكن الله استثناه وطلب اليقين فيه من أيقن بالله وعلم الآخر يقين تغير حاله وهذا سبيل التغيير الأمم كلها على مر التاريخ اعتمدت في إيمانها باليوم الآخر على الأخبار المسموعة وحدها ما جاء نبيه الوحي أليس كذلك هل هناك نبيه من الأنبياء عاين أهوال يوم القيامة لكنه سمعها من الحق فأيقن بها لأن المخبر بها الحق ولا أصدق من الله أحد نعم فنقلوا لكن غاية ما وصلنا وصلنا سماعا أراد الله أن ينقل هذه الأمة السماع سماه الوحي علم يقين واليقين نفسه درجات علم يقين عين يقين حقيقي وعلم يقين ما اعتمد على السماع وحده فإن جاءنا خبر من جمع يحال تواطؤهم واتفاقهم على الكذب يقال علمنا بهذا الخبر علم يقين الذي لم يذهب منكم إلى مكة لكن من كسرة ما سمع من آلاف الخلق عن مكة لم يرى مكة لكن علمه بمكة علم يقين لأنه اعتمد على سمع جمع يحال تواطؤهم على الكذب فإن ذهب إلى مكة ورأها انتقل من مرحلة علم اليقين إلى العليقين فإن عاشها وصار في ضروبها وعاشها بكل طاقاته انتقل إلى حق اليقين والقرآن يعطينا هذه الإشارات في أمر اليوم الآخر فيقول تعالى أن لهاكم التكاثر حتى زلتم مقابر دفنتم موت بعديكم حتى زلتم مقابر وتفاخرتم بالموت كلا سوف تعلمون متى عند الموت ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة ثم عرج ليبين لنا ما نراجع به يقين لأمان قال كلا لو تعلمون علم اليقين من مطلوب هنا علم اليقين اليقين بالموت الأحياء من منا عانى الموت لكن عانى الموت والأخبار التي توردتنا عن موت العباد لا تحص وأن هناك ظاهرة اسمها الموت وأنه لن يفلت من الموت أحد فعلمنا بالموت لكسرة الأخبار الواردة علينا من آلاف الخلق الذين يحالوا تعطوهم على الكذب جعل علمنا بالموت علم يقين الذي أيقن بالموت وأن الله وعد به وأنجز كما قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الذي وعد بهذا وأنجز هو الذي وعد بالعذاب يوم القيامة بجهنم ولا محالة منجز فالذي أيقن بعلم اليقين سيعاين عذاب يوم القيامة بعين البصيرة سينتقل لعين اليقين بعين بصيرته وقلبه لا بنظر عينه لذا يقول تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بعين البصيرة وإن لم نرها اليوم سنرها غدا بعين الباصرة لذا قال ثم لترونها عين اليقين الكل سعينها والكل سيقف عليها كما قال تعالى وإن منكم إلا وردها كان على ربك حتما مقضيا وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار الكل سيقف والكل سيعاين فإذا انتقل الإنسان إلى داخلها وصلي بنارها انتقل الحق اليقين وفي هذا يقول تعالى وأما إن كانوا من الكذبين الضلين فنزلوا من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إذن ندرك علم اليقين درجات أراد الله أن يرتقي بهذه الأمة فاصطفى إمام المرسلين بينهم واصطفاه في هذا الشهر الكريم ليرتقي به من الأرض إلى السمات في معراج لا ينكره إلا جاحت كافر لأنه منصص عليه في القرن السنة وأجمعت عليه الأمة نعم يرتقي رب العباد به رقيا ليعاين ليلة معراجه ما يعاينه كل الخلق عند عروجهم لربهم فالمعراج الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاينه ووصفه لنا كلنا يقينا سيعاينه المعراج ليس واحد بل هي معارج قال تعالى سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إذا ندرك كثم نحن أراد الله أن ينقل الأمة من علم اليقين لحق اليقين لذا لما حدثنا عن رحلة المعراج بدأها بتزكية من حمل إليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال تعالى والنجم إذا هوى العرب كانوا إذا أرادوا أن يرفعوا شأن إنسان قالوا فلان بلغ الثري فأعلى ما يؤملوه البلوغ النجوم والكواكب فأثبت الله لهم عكسا ما عندهم نظرية أن النجوم العالية منها ما يهوي لكن نجم سيد الخلق لا يهوي وإنهوت النجوم لذا أقسم قسم عجيب والقسم علم كامل له ارتبط شديد من قسم عليه قال والنجم إذا هوى ثم جعل جواب القسم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما ظل صاحبكم غوى ثم تولى تزكية كل شيء صدر عليه زكى كلامه قال وما ينطق عن الهوى كل كلمة قالها في هذه الليلة ونقلها وفي غيرها لا تأتي عن هوى لا تأتي عن هوى وما ينطق عن الهوى إن هو في كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وأحوال إن هو إلا وحي يوحى فزكى كل صادر عنه بعد أن زكى كلامه ثم زكى علمه ومعلمه فقال علمه شديد القوة ثم زكى آلة اليقين عنده وبها بدأ قال ما كذب الفؤاد ما رأى ثم زكى آية رؤية العين فقال ما زاغ البصر وما تضى كل هذا في وصف النبينا فكمل فؤاده وكمل بصره وكمل بصيرته وكمل علمه وكمل كلامه وبعد كل هذه التزكية وصف لنا حاله فقال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما رأى تجادلونه فيما عاينا وعايش ولقد رأاه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إلى آخر الآيات إذن ندرك هذا المعنى ذكر الله لنا حدث إسراء لينقلنا نقله وعلمنا درسا أن الله أراد أن يرتقي بهذه الأمة إلى أعلى مراتب اليقين فبعد أن عالج قضايا الظلم بيننا ارتقى بيقيننا إلى أعلى المراتب حتى ننأى بحياتنا عن كل المعاصي والآثام والمظالم لأننا مقدمون على شهر فيه تختم الأعمال شهر جعبة تنتهي أعمال العام بالكامل ويختم الكتاب وإلى الله يرفع ثم يأتي عليه الجزاء والعقاب وكل البالة التي بنا نزلت والمصائب التي بنا حلت مصدرها الزنوب التي إلى الله رفعت ما دامت في يد الملائكة فهي محل محه وإثبات فإن ختم الكتاب ورفع فلا مجال إلا العقاب ندرك هذا المعنى الخطير جدا إلا أن يشاء ربي شيئا ندرك هذا المعنى الخطير سيقة هذه المعاني حتى ندرك ولذلك رب العباد لما حكى حادثة الاشراء لم يحكيها مجرد خص كما نفعل كل عام نحكي القصة ونصف الأحداث التي عينها لا رب العباد بيّن أن هذه الحادثة من أخطر أنواع النذارة أخطرها وأقومها تقويم الإنسان لذا قال تعالى في آخر السورة فبأي آلاء ربك تتماره بأي آيات الله التي عايشت وعينت تجاذل الناس تناقش الناس تعرض ما رأيت على الناس حتى يكذب من يكذب ويرتد من يرتد ويهوي من يهوي فبأي آلاء ربك تتماره هذا الذي عينته ورأيته وعيشته نذير وأي نذير قال من النذر الأولى من أعلاها وأسماها وأقومها لكل عاقل هذا نذير من النذر الأولى ليست قصة الحكاية إنما نذير تذكير حمل العباد على الصدق مع رب العباد حمل العباد على العودة إلى رب العباد حمل العباد على وقف المظالم العباد هذا نذير من النذر الأولى ولا تظن أنه بعيد لذا بيّن تعالى أن كل ما آنهر رسول الله سنعينه غدا لكن شتان بين من عينه وهو به موقن ومن عينه وهو فيه مرتاب شتان بينهما رحمة الله صحابة نبيه وصلوا لمراحل لما علم هذه الحقائق وعاشوها كل أمور الآخرة صارت في غاية اللوضوح أمامهم يقول علم المطالب رضي الله عنه لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا ما ازددت يقينا فكل ما فيها من أهوال وأحوال حكاها القرآن أو حكاها سيد الأنام أنا بها موقن رؤيتها لم يزد في يقيني لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا فهل وصلنا إلى هذه المراحل هل أيقلنا لهذا الحد أم أننا ما زلنا مرتبين نشك ونشكك خلق الله فيما قدر الله له من أخدار لذا يقول تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآسفة لا تفكروا الأمر بعيد بل مع رجل الله قريب جد كما قال تعالى في مضان آخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبة فأي رؤيان الأصدق؟ رؤيان أم رؤية العليم الخبير ندرك هذا المعنى أزفت الآسفة الآسفة القيامة الساعة أهوالها أحوالها أحداثها أزفت الآسفة وأزفت اقتربت أو شكت حانت حانت أزفت الآسفة ليس لها من دون الله يكاشف ليس لها من دون الله يكاشف ثم يخاطب نبي هذا الخطاب العجيب بل يخاطب الأمة التي حوله يقول أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون من أحوال وأهوال حكاها سيد الأنام عما رأى أهلية المعرات أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون هل هذا محل ضحك محل الله محل عبس محل دعابة وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سامدون كما قال الإمقرط بغيره أي تغنون تلهون تلعبون تتطربون يقال في اللغة عند أهل حمير أسمدي لنا أي غني لنا وأنتم سامدون في سهو في لهو في غفلة إلى متى إلى أن تأتي الآزفة ونفاجأ بأننا ما قدمنا له شيء ما قدمنا له شيء انطوت أعمارنا وانتهت أجالنا وما قدمنا لشيء لربنا نلقاه به يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير من ما تعملون أزفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا هل أموا إلى الله مسعين وتوبوا الله جماعيهم وإلى عليكم تفرحوا الحمد لله فالق الحب وميسر الصعب ومفرج الجروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب يسبح الرعد وحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحاباته وسلم اللهم وتسليم كثيرا أما بعد فتتمت لهذه النفحات أحدث الله شهر شعبان بعد رجب وأحدث فيه أمرين الأمر الأول ختم الأعمال ولذا تقول أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدى رمضان بل في رواية عنها فالصحيح قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلة يفطري من ثلاثة في الشهر كل قال فسألته قلت يا رسول الله ما لي أراك تكثر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدى رمضان قال يا عائشة شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عمل وأنا صائم فليس الصيام وحده الصيام علامة على الطعات لكنه كان يكثر الصيام يكثر القيام يكثر الاستغفار يكثر التوبة يكثر الصدقة يكثر صلة الرحام يود أن يختم له كتابه بأجال الأعمال لأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه وأتبع السيئة الحسنة تمحها تمحها فإن لم تمح السيئات في شعبان قبل رفع الكتاب متى تمحها بعد أن يترتب عليها العقاب والجزاء بعد رفعها إلى رب الأرباب ولذلك إخواني هذه الأهم الأخيرة قبل رفع الكتاب أيام استماتة في كسرة الطاعات وكسرة استغفار رب الأرض والسماد مطلوب حتى نصف شعبان ألا نتوقف عن الاستغفار ألا نتوقف عن الضراعة أن نستمت في طالب المغفرة حتى لا يرفع كتابنا وفيه علينا ذنب من يدريك قد يكون هذا آخر كتاب في حاتك يرفع من يعطيك الحق أو الأمل في أن تبرك في شعبان آخر ندرك هذه القضية طب متى يرفع الكتاب في شعبان العلماء لهم قولان قال في أي يوم من شعبان لأن الحديث قال في شعبان ولي مصرح بيوم لكن الفريق الثاني قالوا لا هي ليلة النصف لأن فيها نص حديث ورد في صحة الترمزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله إلى عباده فغفر لجميع عباده إلا مشرك أو مشاحن اللي يسه مخاصم وظالم وبينه وبين الشحناء لا يرفع عمله والمشرك أخذوا من هذا النص أن الرفع في هذه الليلة وأن هذه ليلة المغفرة ولذا انتظروا ليلة النصف من شعبان وأملوا في ألا تدخل عليهم إلا وقد محيت جميع سياتهم التي كتبت عن العام كله لنحرص هذا الحرص أمر ثاني أذن الله في هذا الشهر الكريم بتحويل قبله وكانت هذه آخر عادة ورثها الصحابة وتتعلق بها أراد الله أن يحول كل عاداتنا لطاعات وأن يحول كل مساوئنا لعبادات لنترك مساوئنا لنترك سوقاتنا ولنترك عاداتنا ولنلزم شرعة ربنا وصبغته كما قال تعالى صبغة الله ومن أحسن والله صبغة أفحكم الجاهلية تغبغون فعد كل حكم عدى حكمه جاهلية وفي المقابل قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون سامحوني في اختصار شديد جدا من الوقت ضيق حتى نرجع إلى الله عز وجل فهلموا إخواني إلى ربكم وسارعوا إلى خالقكم وتوبوا إليه قبل فوات الأوان فاليوم عملا بالحساب وغدا الحسام بالعمل فمن ختم له بأعظم ختام ومحيى من كتابه كل السيئات إذا دخل رمضان كان مهيئا لرمضان مؤملا في أن يكون صيامه وخيامه إيمانا واحتسابا مؤملا في أن يكون رمضان كفارة لبقية الزنوب عمره والكتب التي رفعت فأعطانا الله ثلاثة فرص في رمضان من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر الله وتخدم زنبه ومن صام رمضان إيمان واحتسابا غفر الله وتخدم زنبه ومن قام ليلات القدر في رمضان غفر الله وتخدم زنبه إذن ثلاث فرص بالخلاص من كل ذنب العمر حتى نلقى الله ولا زنب في العمر كله لا في العام الأخير وحده باختصار شديد جدا سامحوني أرجو أن لا يكون مخلا أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يرجعني ياكم الانتفاع بكل هذه النفحات وبكل هذه الرحمات اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان ولغنا بإحسانك رمضان اللهم اجعلنا فيه من اعتقائك من النار المخبولين اللهم اغفر لنا في هذه الآية من بارك الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسيرها اللهم امح عنا ذنوبنا اللهم اكفر عنا سيئاتنا اللهم تقبل حسناتنا اللهم عملنا بأحسن ما عملنا اللهم عملنا بإحسانك في الفضل منك وإليك اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا فكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به مننا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقنا بعد معصومة اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة زنبا إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا مرحوم وتفرقنا بعد معصومة اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف العذاب عننا ولا تمكن كافرا ولا مجرما ولا عاصيا منا اللهم لا تجعل المجرمين سبيلا علينا ارحم عبادك المؤمنين في مشارق الأرض مغربها احتن دماء المسلمين ده وجرحانا اشف مرضانا ارحم موتانا فك أسر المأسورين فك أسر المعتقلين ارفع الظلم عن المظلومين اللهم آونا عبادك المشردين والمهجرين إليك إواء الكرام عليك احفظ عبادك المسلمين في مهجرهم يا رب العالمين احفظ أولادهم وبناتهم بحفظك اكلهم بعناتك حرسهم بعيدك التي لا تنام احفظ علينا وعليهم ديننا سبت قلوبنا أو يهم على دينك صرف قلوبنا ويهم لطاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من لدونك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله اتقوا الله إن الله امر وعدلوا الحسان وإتاء ذي القربة وينهى عن الفاح شيئي والمنكر البغي يعزوكم لعلكم تذكرون اذكر الله اذكركم استغفر واغفر لكم واخرم الصلاة والحمد لله رب العالمين ان شاء الله تبكوا معنا خمس دقائق اتقوا الله استقيم ورحمكم الله اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى الله أكبر سمع الله لمن حميله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر الله أكبر سميع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله